موسيقى اهلا بكم حفقت مملكة البحرين انجازا حضاريا رفيع المستوى بالتفاضي على موقعها ضمن الفئة الاولى بتقرير وزارة الخارجية الامريكية المعنى بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص للعام الثالث على التوالي وهو اعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الانساني مواصلة انفرادها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بفضل البنية القانونية والمؤسسية الراسخة وحرصها على تطبيق وانفاذ القانون لحماية الضحية ومعاقبة الجهد وللحديث اكثر حول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا في ستوديو البرنامج سعر السيد اسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ولكن بعد هذا التقدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد مشاهديننا وباسمكم مرحب بضيفي الكريم سعادة السيد اسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل مساك الله الخير سعادة الله مساك سعادة ومساك المشاهدين بكل خير يا أهلا وسأله فيك البحرين ولله الحمد خطط خطوات كبيرة في مجال إصلاح سوق العمل منذ بدء هذا المشروع اللي تبناه سيدي سموي العهد ولكن تحديدا هذا التحول الكبير من 2014 تحول البحرين للانتقال من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى خلال أربع سنوات في 2018 والحفاظ على ذلك إلى يومنا هذا كيف حصل وشنو أسباب وبالأصح إذا تسمح لي احنا انتقلنا من فئة تحت المراقبة إلى الفئة الثانية ثم من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى فاحنا كنا في الفئة قبل الأخيرة وانتقلنا في فترة زمنية قصيرة جدا للفئة الثانية قعدنا في الفئة الثانية ثلاث سنوات ثم الآن صار لنا ثلاث سنوات في الفئة الأولى يعني قبل 2014 نعم قبل احنا في 2014 انتقلنا أو 2015 بالأصح انتقلنا إلى الفئة الثانية ثم في 2018 انتقلنا إلى الفئة الأولى والله الحمد هذا التقرير يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية وهو تقرير يصدر بناء على قانون صدر عن الكونغرس في أمريكا والدول التي تحصل على التصنيف الأسوأ تتعرض لعقوبات اقتصادية أو تجارية مع أمريكا وقد يكون هو رغم أنه يصدر عن وزارة الخارجية في دولة من الدول إلا أنه هو التقرير الدولي السنوي الوحيد الذي يصدر في هذا المجال وعلى هذا الأساس أصبح له أهمية عالمية التقرير ينظر إلى كيف تعاطي الدولة واستعدادها للتعاطي مع جريمة الاتجار بالأشخاص أحيانا هو ينظر إلى الخطوات التي اتخذت ولكن الأهم لدى التقرير هو مدى استعداد الدولة الأنظمة الموجودة فيها القوانين الموجودة فيها تدريب الكوادر فيها وجود إدارات مختصة ثم ينظر كيف تعاملت هذه الإدارات وهذه القوانين كيف طبقت فليس فقط أن نحن نحقق في جرائم الاتجار أو نقبض على المتهمين أو أن ندينهم في المحاكم أو نحرر الضحايا فحسب كل هذا مهم ولكن كيف فعلنا ذلك؟ هل هو عن طريق نظام مؤسسي؟ هل هو موجود؟ مستدام؟ هل هناك ناس معنيين بهذا الأمر؟ هل هم مدربين؟ هل هناك ميزانيات رصدت؟ بيئة عمل تشريعات وغيرها لهذا السبب التقرير هذا العام الذي يقارن تقارير السنوات السابقة حتى تقارير البحرين البحرين هذه السنة الثالثة في الفئة الأولى ولكن تقرير أول وثاني سنة يختلف عن تقرير هذه السنة لأن تقرير هذا السنة يتكلم عن الاستدامة أن البحرين حققت الاستدامة في هذه الجهود كيف حققت الاستدامة؟ برحلنا لهم أن نحن أنشأنا أجهزة متخصصة هناك إدارات هناك موظفين ومدراء في الدولة مهامهم الرئيسية مكافحة الاتجار بالأشخاص وإنقاذ الضحايا وغيرها وتوعية مثلا وغيرها حينما تصل الدولة ليس فقط إلى مرحلة مكافحة هذه الجريمة ولكن تصل إلى أنها مأسستها أنها دخلت في صميم عمل هناك موظفين في الدولة هذا هو همهم الوحيد تنظر إليك الآن الخارجية الأمريكية في تقريرها بنظرة مختلفة فقد تكررت كلمة الاستدامة في جهود مملكة البحرين أو بالأصاح إذا أستخدمت هذه جهود قوية ومستدامة هذا ما قاله التقرير تكررت ثلاث مرات في التقرير دليل أنهم انتبهوا فعلا إلى أننا قمنا بوضع أنظمة قادرة على الاستمرار في المستقبل والتعاطي مع الأوجه المختلفة لهذه الجريمة إذن هي ليست حملة وقتية أو توجه وقتي ولكن هي مأسست موضوع محاربة للتجارة في البشر ليكون ضمن منظومة سياق نعمة البحرين والحكومة من ذلك السؤال الآن ما الذي نكس على البحرين يعني ارتقاء البحرين من تحت المراقبة إلى الفئة ألف وحفاظها على مدار سنتين الآن ما الذي نكس على البحرين ما الذي تستفيدها البحرين غير النظرة الدولية هي أنت أمامك أكثر من نظرة الأول قبل أن ننظر إلى الخارج يجب أن ننظر إلى الداخل نحن لدينا ولله الحمد دستور متطور دستور نحمى جميع الفئات التي تعيش على أرض البحرين من كافة أنواع الاستغلال توجيهات سيدي جلالة الملك حول هذه الأمر حول حقوق الإنسان في البحرين حول رعاية الضعيف حول أن يكون ليس هناك شخص مستغل أو مستضعف على أرض البحرين هذا مجرد تحقيق لما ورد في دستورنا هذا تحقيق لما وجه به ملكنا هذا ما يجب أن نكون عليه سواء انتبهت إليها التقارير الدولية أم لا هذا ما نطمح لا للبحرين إذن البحرين تتحرك من منطلق قناعات ورؤية داخلية داخلية طبعا فإذا انتبه لها الآخرون هذا شيء جيد بعدين الشيء الثاني التقارير أو التقارير الخارجية التصنيف هو ليس إذن الهدف بحد ذاته لا هو هدف هو تصليح الأوضاع الداخلية والوصول بها إلى قناعاتنا بأن يجب محاربة مثل هذه السلوكية مئة بالمئة ولكن التصنيف يعطيك مثل نظرة منعكسة عن رؤية الناس لما أنت تقوم به وممكن والحديث الشريف يقول الحكمة ظلت المؤمن يأخذها أنه وجدها يعني إذا لقيتنا الحكمة في التقارير الأمريكي قال لنا والله هذه مقترحات تمشون عليها ولقيتنا أن هذه المقترحات فعلا جيدة ونصل عليها بنأخذ بالمقترحات لقيتنا أنها ما تناسبنا أو أن فيها فهم غلط بنصلح الفهم الغلط ولكن اليوم نحن نتحرك من واقعنا الداخلي وقد يعني أنا أعطيك على سبيل المثال اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للأداب والفنون صنفت البحرين تصنيفا عاليا جدا في محول أمية هل نحن محينا الأمية علشان اليونسكو تمدحنا نحن محينا الأمية لأن التعليم حق دستوري للمواطن والقيادة الرشيدة منذ قديم الزمان من 100 سنة من 101 سنة رأت أن التعليم مهم مو قبل إنشاء اليونسكو ولكن نفخر لما تأتي اليونسكو وتعطي البحرين تقديم مكان متقدم في تقاريرها ولكن مو سببنا هي سببنا أن نحن نعي أهمية التعليم ولا يقلل أن تحصل على مثل هذا الاعتراف والجواز والتصنيفات هذه دليل أنت ضمن المنظومة العالمية المتحضرة تحصل على هذه الثقة وأنت تسير في الاتجاه الصحيح وما لا ذلك صحيح 100% هذا التقرير أشار بالجهود الحثيثة لمملكة البحرين وهنا أريد أن أقف هل هذه فقط النقاط التي ينظر إليها في تعزيز بيئة العمل توفير الظروف المناسبة مساعدة الضحايا في الوصول إلى العدالة وأيضا توسع البحرين في ملاحقة وإدانة المتورطين في مثل هذه الجرائم حقوق الإنسان وما إلى ذلك هل هذه أهم النقاط التصنيف أم نقاط أخرى؟ هذه النقاط هي العناوين الكبيرة نبي التفاصيل بالضبط هي تنقسم إلى ثلاثة واحد هي الإجراءات الوقائية تعزيز بيئة العمل يعني أنت عندك بيئة تمنع الاستغلال نرجع خطوة إلى الوراء الاتجار بالأشخاص ما هو؟ هو استغلال شخص ما في أي شيء ممكن يكون استغلال جنسي ممكن استغلال عمل ممكن استغلال أي نوع من أنواع الاستغلال تستغل جهل الشخص أو ضعف الشخص تستغل سلطة ما لديك أو بالحيلة أو بالإكراه فالارتقاء ببيئة العمل ماذا معناها؟ معناها أن هذه إجراءات وقائية أنت ارتقيت ببيئة العمل سوف لن يكون هناك استغلال في بيئة العمل فإجراء الارتقاء ببيئة العمل هو إجراء وقائي سهولة وصول الضحايا إلى الدعم والمساعدة ورفع الاستضعاف من عليهم هي الخطوة الثانية ماذا لو برغم إجراءاتك في الارتقاء ببيئة العمل كان هناك بعض الحالات لكنها لا تستطيع الوصول للعدالة بالضبط كيف هذه الحالة تصل إلى العدالة؟ يعني إذا حبيت أستخدم مثال بعد إذنك ممكن عندنا أحسن مستشفى في العالم ولكن خدمة الإسعاف بطيئة مش ما سويني شيء يجب أن خدمة الإسعاف تكون بنفس سرعة الاستجابة وتأتي إلى المريض وتأخذه وتودي المستشفى عشان يأخذ أحسن علاج نفس الشيء نحن لدينا بيئة عمل جيدة ولدينا قضاء شامخ ممتاز قادر على ولكن كيف يأتي هذا الشخص المستضعف؟ يقول انجدوني هل أوجدت آليات يأتي إليك؟ فهذه هي الشيء الثاني الشيء الثالث هو ما تفضلت به هو العدالة الناجزة هو أننا لما يأتي إلينا ليس فقط أننا ننتصر له إن كان فعلا ذو قضية وإن كان فعلا مستضعف نرفع الاستضعاف عنه هذا أمر ومن استضعفه يحال إلى القضاء البحريني الشامخ ينظر إليه بحسب القانون وإن كان مذنبا يعاقبه فأنت الآن بالثلاثة التي ذكرتهم عندك المنظومة الثلاثمائة وستين درجة أنت أخذت إجراءات وقائية بالارتقاء ببيئة العمل وأوجدت من خلال سنة قوانين من خلال سنة قوانين من خلال إصلاح سوق العمل وهو مشروع اليوم دخل في مرحلة النضج وصل إلى حوالي ستة عشر سنة من أول ما بدأ الكلام فيه فاللي لدينا الآن أن عندك إجراءات وقائية إجراءات احترازية إذا حصل شيء وإن يذهب الشخص كيف تتم الاستجابة يعني أنا أحب أعطيك هذه أعطيك مثال طيب وهذا المثال أنا أرفع فيه القبعة إلى زملائي في وزارة الداخلية يأتي بلاغ يأتي استنجاد من ضحية محتملة سواء عن طريق الاتصال عن طريق سفارتهم من ثلاث سنوات من لحظة وصول الاستنجاد إلى لحظة استخراج الضحية كان رقمنا القياسي ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة تخيل من وصول إيميل رسالة إلكترونية إلى هيئة تنظيم سوق العمل لحظة ما قوة من وزارة الداخلية مكتملة الإجراءات القانونية تستخرج الضحية ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة حينما أعلننا عنها كان العالم مندهش لهذه السرعة أحب أقول لك أننا أقل من عشرين دقيقة الآن الآن وهذه الاستجابة السريعة ليست استجابة أسامة العبسي ولا استجابة هيئة تنظيم سوق العمل هذه استجابة وزارة الداخلية وزارة الداخلية هي منظومة متكاملة إجراءاتكم أيضا بطيئة لن يستطيع إيه بس حينما يعلم العالم أننا مني لك رسالة استنجاد أحيانا بالبريد الإلكتروني إلى أن يتم استخراج الضحية أقل من نصف ساعة طيب هذا دليل أنك خلقت النظام النظام المتكامل الذي يعمل مثل الساعة السويسرية الذي يقوم بدوره كل واحد يقوم بدوره تستهويق ضرب الأمثلة أستاذ أحب ضرب الأمثلة هل افتتاح مكاتب تسجيل الدعاوة في مبنى هيئة تنظيم سوق العمل هي أحد الأمور اللوجستية لتسهيل عمليات الوصول للعدالة وتحقيقها؟ هذه أحدث مشاريعنا وتم افتتاحها بالتعاون مع معالي وزير العدل في فبراير من العام الماضي الهدف نحن اليوم نريد أن نسهل وصول العامل مثل ما تفضلت إلى العدالة العامل ممكن يكون عنده قضية عمالية وليس فيها أي شبهة ولكن العامل البسيط حينما تقول له روح مبنى وزارة العدل في المنطقة الدبلوماسية هذا المبنى المهيب الذي دخوله يدخل الرهبة في الشخص العادي ممكن يتهيب ممكن يتخوف منه أنه يذهب وحينما يذهب ممكن يلاقي بعض الصعوبة في اللغات فإحنا بتوجيه من اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو ولي العهد وبالتعاون مع وزارة العدل فتحنا لدى الهيئة في موقعين مكاتب للدعوة العمالية كل ما نقوم به هو توفير المترجمين وتوفير الموظفين الذين يستقبلون الدعوة ويدخلونها في نظام وزارة العدل ثم يأخذ القضاء مجراه لكن الهدف فيها أن يكون الوصول إلى تسجيل الدعوة سهل في أكثر من موقع ولا يدخل الرهبة يعني صاحب الحق لا يخاف في أن يطلب حقه ثم إن كان له حق سوف يعطيه إياها القاضي هذه أكملت المنظومة ذكرها التقرير الأمريكي ليس لأنها لها علاقة بالاتجار ولكن معناها أننا أكملنا المنظومة استقبال الشخص أي أن كانت مظلمتك تعال قدمها بتعرض على قاضي وإذا كان لك حق في البحرين ولله الحمد الحقوق لا تضيع لكن الوصول إلى هذه صار أسهل والسهولة هذه هي مثل ما بديت أنا في الكلام أن الموضوع عبارة عن نظرة مؤسسية تنظر إلى أن هذا الشخص يمكن عنده حاجز لغة يمكن يخاف يمكن المبنى مهيب بالنسبة له وأن تتبي تسوي له في مكاتب بسيطة تسجيل الدعوة لا يحتاج كل هذا فالتعاون بين الأجهزة الحكومية هي المأسسة التي ذكرها التقرير التقرير أيضا أشار إلى تعاون بين مملكة البحرين وتعاون دولي مع مختلف الجهات في مجال مكافحة للتجار بالبشر كيف تسير عملية التعاون هذه؟ الأساس أن هذه الجريمة جريمة عابرة للحدود ولا يختص بها جنسية معينة لا من ناحية الضحية ولا من ناحية المجرم الذي أشار إليه التقرير أنا أتشرف أن أعلنه بتفاصيله لأول مرة هذا ما أعلن ولكنه أساس لكيف تتعاطى المملكة مع هذا الموضوع ورد إلينا عن طريق السفارة الفلبينية في البحرين أن هناك ضحيتين موجودين في الفلبين بعد أن عادوا إلى الفلبين رووا قصتهم في أنه تم خداعهم وجلبهم إلى البحرين وفيما بعد اتضح أنهم استغلوا لأعمال منافية للأداب رغما عنهم تمكنوا من الهرب ما بلغوا أحد رجعوا بلدهم في بلدهم بلغوا من استغلهم فلبيني الجنسية مثلهم وسفارة الفلبينية قدمت لنا بلاغا عن هذه الواقعة وحركنا البلاغ بحسب الإجراءات النظامية مع وزارة الداخلية تم القبض عليهم المجموعة كلها فلبينيين باستثناء شخص بحريني واحد معهم وخذنا منهم المعلومات الآن لدينا في الفلبين ضحيتين نبي أقوالهم لأنهم الشاكين وهم موجودين في الفلبين فمن الآليات التي استغلناها قام سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين بمخاطبة وزير العدل الفلبيني بإنابة قضائية أي أن النيابة البحرينية أوكلت إلى النيابة الفلبينية أخذ الأقوال وبهذا يصبح الأقوال التي تأخذها النيابة في الفلبين لما تأتي إلى البحرين يسمح بأن ينظر إليها القاضي كأنها أخذت في البحرين وهذه من الآليات المتطورة جدا عرضت الأقوال على القاضي وحكم القاضي بحكمه العادل بالإدانة وانتهت القضية من الألف إلى الياء رغم عدم وجود الضحايا داخل البحرين من فبراير إلى أبريل في ستة أشهر خلصناها وأخذنا فيها الإدانة هذه القضية الطريقة التي تعاملت معها مملكة البحرين وتعاملت معها جمهورية الفلبين للأمانة يجب أن تدرس لأنها تمت بتعاون وشفافية وآليات جدا متطورة وعلى هذا الأساس جاءنا مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات يطلب منا أولا توثيق هذه القضية ثم عرضها في مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة المؤتمر العام الذي يحدث مرة كل خمس سنوات نرجع نموذج لتحقيق العدالة ومكافحة كل أشكار للتجار بضبط بس الآن برجع إلى سؤالك الأول هل نحن نسعى إلى أن الأمم المتحدة تقول كفو عليكم في هذه القضية؟ نحن نسعى إلى إحقاق الحق وقمنا به بأحسن طرقه وانتبه مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات لما قمنا به وطلب توثيقه عشان يعلم الناس الثانية شلون يصيره جميل أنتوا لستوا جهة تقاضي ولا تنفيذ قانون ولكنتوا جهة يعني تقومون بعمل تيسير الأمور في مثل هذه الحالات صحيح؟ لو كان لنعكس الصورة لو كان هناك مثلا العامل عليه قضية ما أو العامل عاملة هاربة ما أو عامل يعني أخلى بعمله هل تكون الإجراءات بنفس هذه السرعة والاهتمام والجدية لأيضا تحصيل الحق من العامل نفسه؟ طبعا إحنا اليوم إذا أنت لاحظت أنا في كل كلامي كنت أقول لك رحنا القضاء وزارة الداخلية والنيابة العامة كلامك سليم أنت تكلمني أنا لي صفتين رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار وهذا دور تنسيقي بيني وبين بقية الأجهزة الممثلة في اللجنة الوطنية الداخلية والنيابة والقضاء والعدل والمجتمع المدني والزارة الخارجية وغيرهم وهناك دور لي كهيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بالعمالة فدوري كاللجنة الوطنية أنا مالي في كل الأحوال أنا دوري تنسيقي ووضع السياسة العليا لهذا الموضوع وبقية الجهات ما يقصرون دوري كهيئة تنظيم سوق العمل طبعا القانون قائم وكل شخص يأخذ حقه نحن اليوم أن تقتص من أحد أنت أطراف العمل في البحرين هي علاقة تعاقدية قبل أي شيء فيها قبول وإيجاب وفيها التزامات متبادلة وإذا أحد الأطراف أخل أي أن كان الطرف يأخذ حقه فاليوم نحن نرجع إلى العلاقة كل هدفنا أن تكون العلاقة متوازنة في الأساس إذا كانت علاقتك برب عملك بغرض النظر عن جنسيتك إذا كانت علاقتك برب عملك متوازنة فلا ضرر ولا ضرر إذا أحدهم أخل صاحب العمل أخل أو العامل أخل إذن هناك الإجراءات القانونية التي يمكن أن يلجع إليها أن يطالب بحقه بس يطالب بحقه بناء على العقد وبناء على القانون ما نص عليه القانون من حقوق لا تخل وما نص عليه الاتفاق في العقد والإجراءات بنفس التيسير والسهولة والسرعة وما إلى ذلك جميل التقرير كان فيه إشادة متكررة من الخارجي الأمريكية بعدد من المشاريع كتصريح العمل المرن نظام الإحالة الوطنية لضحالة التجارة بالبشر وصندوق دعم الضحايا هل تنفرد البحرين بهذه المشاريع؟ في المنطقة في هذه تنفرد في بعضها في العالم نبتدي بتصريح العمل المرن تصريح العمل المرن هو برنامج متطور جدا بدأ منذ ثلاث سنوات وبدأ يؤتي أكل على مستوى البحرين قصت إيجابياته قصنا إيجابياته بالأرقام وأهم ما فيه أنه يمنع استغلال بعض أصحاب العمل أو بعض تجار الإقامات أو بعض الناس اللي يتاجرون ويأتون بعمالة لا يحتاجونها ويرمونها في السوق إلى هذه العمالة بما لا يخل باحتياج السوق لعمالة عرضية وعمالة مؤقتة هذا تصريح العمل المرن موجود في القانون اللي صدر في 2006 هو قانونا نص على القانون في 2006 ورأت الدولة أن تطلقها في 2017 فصار له ثلاث سنوات اليوم تصريح العمل المرن بالأرقام أثبت أنه قضى أو مبقضى ولكن أدى إلى انخفاض كبير في العمالة السائبة العمالة غير النظامية وقننها وقدرنا أن نحن نلاقي لها حلول نحن ننفرد في الدول التي لديها نظام شبيه بنظام الكفالة النظام الموجود في هذه المنطقة ننفرد بهذا أو سبقنا في هذا النوع من التصاريح لحقتنا نعم في دول في المنطقة هناك دولتان في المنطقة في الخليج دون غير البحرين دون ذكر الأسماء لحقتنا وهناك دول أخرى على تواصل معانا وقد تكون في الطريق لا لا هم في الطريق مئة بالمئة وبدأوا يأخذون مننا البيانات لكي يطبقوها ونحن نوفر لأخواتنا في الخليج كافة الدعم الفني بأي شيء عندنا نظام الإحالة الوطني لدينا نظام متطور جدا ولكن ما زاد على ذلك هو نظام بدأ في العام 2017 كنظام ورقي كآلية تعاون بين الأطراف في البحرين كيفية التعرف على الضحية كيفية إحالة إلى آخره في نوفمبر من العام 2018 أطنقنا نظام الإحالة الوطني كاملا بصيغته الرقمية وبحسب الأمم المتحدة سواء مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات أو المنظمة الدولية للهجرة لا توجد دولة أخرى في العالم أطلقت نظام إحالة وطني إلكتروني مئة بالمئة البحرين كان لها سبق عالميا في هذا وماذا يعني لنا نظام الإحالة الوطني لما يكون إلكتروني يعني أننا نأخذ كل أنواع الاستفسارات كل أنواع الشكاوي كل أنواع القضايا سواء أصبحت قضية أم لم تصبح وندخلها في النظام ونبدأ نحلل أين أم مناطق الضعف أين تكرار الاستفسارات أحيانا أنت تأتيك أنا عندي خط ساخن تأتيني استفسارات ناتجة عن سوء فهم إذا أنا دخلت كل اتصال في هذا النظام بعدين عرفت أنه والله نحتاج إلى توعية في هذا الجانب لأن هذا الجانب في سوء فهم يعني يكون لديكم قاعدة بيانات قاعدة بيانات تحللونها وتعرفونه اليوم الله يسلمك وصلنا إلى حدود 17 ألف حالة في نظام الإحالة الوطني ليسوا كلهم حالات التجار بالعكس حالات الاتجار على بالعشرين والثلاثين حالة في السنة كلها ولكن أي واحد استفسر منها عن شيء نسجلها أي واحد اشتكى من شيء نسجله لكي نعرف ما هو الوضع في السوق ونعمل على أساس حل الوضع حل الإشكالات وهذا ما انتبه للتقرير الأمريكي أن نحن نتخذ خطوات استباقية عن طريق تحليل البيانات صندوق دعم الضحايا أحد الأليات المتطورة جدا ما قدمه الصندوق؟ هذه الله يسلمك إذا نريد خطوة إلى الوراء الضحايا الاتجار بالأشخاص دائما يكون عندهم صدمة نفسية وعصبية يرفضون حتى التعاون مع النيابة يرفضون الإدلاء بس يبقى يرجع بلده بس يبقى يعني دائما يكون مصابين يعتقد هذا المهرب أو المخرج المهرب بضعب فكنا نرى كثيرا نحن ندر أنهم ضحايا ولكن لا يتعاونون مع سلطات التحقيق ويمكن خايف ويمكن خايف فعرضنا الأمر على مجلس الوزراء الموقر ووافقه في أن نحن نخص الصندوق إذا تعاونت الضحية مع النيابة وليس مع الداخلية مع النيابة وأعطت ما يكفي من البيانات التي النيابة تقول فعلا هذه ضحية وأنا حين عرفت أوجه الجريمة التي وقعت عليها نعطيها مبلغ مساعدة بسيطة وليس مبلغ تعويض من الدولة الدولة لا تعوضها للجاني ولكن هو مبلغ مساعدة بس الهدف منه أن نحن نحاول أن نشجع الضحية على التعاون مع سلطات التحقيق الصندوق كان لأحد أكبر الأدوار في زيادة القضايا التي تعرض على القضاء ونأخذ فيها إدارة ساهمة بالإيقاط في أشخاص أو شبكات شبكات كبيرة لأن كنت اليوم تقول لها طيب هذه الضحية تم استضعافها تم استغلالها دعونا نعطيك مبلغ بسيط تعاوني ويا الداخلية تعاوني ويا النيابة فلما نعطيهم حافظ للتعاون يصبح لدينا قضية أقوى وقد يشب بالإطمئنان للجهة التي يتعاون الآن نظر العالم نحن نريد أحقاق الحق في البحرين ونريد معاقبة الجاني في البحرين وهذا هدفنا ولكن خارج البحرين العالم الخارجية الأمريكية رأوا في الصندوق أن البحرين جادة فعلا في الوصول إلى الجناة نحن فعلا نريد للضحية أن تتكلم ونكافئها إذا تكلمت ورأوا أن هذا هو دليل جدية مملكة البحرين في محاربة الاتجار بالأشخاص كان قبل فترة في إعلان عن تأسيس بيت خبرة بحريني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لنقول بتعاون أممي وين وصل المشروع؟ الجميلة الله يسلمك يعني عشان نعطي الخلفية في أكتوبر من العام الماضي استضافت ادعت البحرين واستضافت أول منتدى إقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص شاركت في تسع دول بالإضافة إلى اثنين منظمات الأمم المتحدة ناقشنا تحديات التجار بالأشخاص ومكافحة في الخليج ووصل المنتدى إلى توصية وتوصية لمملكة البحرين بصفتها الرائدة في هذا المجال لإنشاء مركز وبيت خبرة ومركز تدريب يقوم بالدراسات ويضع آليات العمل لدول الخليج ودول المنطقة في هذا المجال وبناء على هذه الثقة الإقليمية والثقة الخليجية باشرت البحرين هذا الأمر وقعنا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ووقعنا مع المنظمة الدولية للهجرة لكي نبدأ التعاون معهم في وضع المناهج التدريبية في وضع اللي يسمونه Standard Operating Procedure اللي هو آليات التعامل اليومية طبعا كل دولة لها آليات ولكن نحن نضع الإطار العام ثم تأخذ كل دولة من المنطقة وتطبق منها ما يتناسب مع قوانينها واشتغلنا على ثمان محاور أنواع اللي يجب أن يتم فيها التدريب إذا حبيت أعطيك على سبيل المثال بعضها أهم هي على سبيل اللي يفهم المشاهد الفكرة فمثلا وضع أنظمة التعامل وآليات تدريب لأطباء الطوارئ وممرضين الطوارئ إذا رأوا شخص عليه علامات الاتجار ما هي علاماته أو هذه بيهلة شخص ممكن يشوف عليه متعورة ويشوف عليه كذا ففي أمور فنية أمور فنية يفهمها الأطباء مثلا في العاملين في المطارات عملية تهريب الناس عبر الحدود وغيرها فالتدريب لموظفين المطارات كيفية أن يعرفونها كيفية تعاملون معها سايكولوجيتها يعني من الأمور من الأمور اللي تدرس في هذا المجال على سبيل المثال في أحد مطارات المنطقة لاحظ موظف الجوازات أن الطفلين مع أبوين الطفلين لا يتكلمون مع بعض ولا يلعبون مع بعض فلما بدأ يكلمهم تكشف لأنه ليس بإخوان أنه أصلا لا يتكلمون ذات اللغة كان في شبكة تهريب أطفال كل يات من ملاحظة أن الطفلين لا يلعبون مع بعض كما يلعب الإخوان في الأحوال العادية هذا النوع من التدريب المتطور يحتاج أن نواصلها إلى الناس بدأنا في هذا المشروع وشغالين ولكن بعض الأمم المتحدة كانت بتنتدب إلينا خبراء يأتون إلى البحرين لوضع الآليات هذه بسبب جائحة كورونا الخبراء قاعدين يشتغلون من دولهم ومن مناطق عملهم دون أن يأتوا إلى البحرين مثل كل شيء في العالم مثل كل شيء في العالم المشروع ماشي ولكن صاد بعض التباطئ بسبب الجائحة هذه بسبب عدم قدرتهم لأنه كان جزء من عمل الخبراء هذي لأنه يقعدون مع أطبائنا يقعدون مع موظفين مطارات عندنا يستقون منهم بعض المعلومات عشان يكتبون الآليات لهذا المركز هذه ماشية بس ماشية عن بعد أبطأ من المتوقع لأنه إيه لكن ما زلنا بإذن الله نحن ملتزمين أن يطلق هذا المركز في هذا العام بإذنه في العام 2020 بإذن الله المنتدى الحكومي الدولي لمكافحة التجار بالبشر اللي كان أو عقده في البحرين في أكتوبر الماضي خلوصا إلى عدد من النقاط ربما أهمها دعوة البحرين للعمل على وضع معايير نموذجية لحماية رعاية ورعاية الضحايا ووضع التعريفات للأدلة الخاصة بمكافحة التجار بالبشر كثير من النقاط أين وصل الموضوع فيه؟ مخرجات هذا المتدى أحد أهم المخرجات كانت هذا المركز هذا كان أهم ما فيه وهذا موجود هناك مخرجات أخرى تم الترتيب لها مع الدول اللي في المنطقة هناك العديد من الدول خلال هذا المنتدى طلبوا الدعم الفني من مملكة البحرين توفير لهم خبراتنا أنا شخصيا أو بعض المسؤولين عندي سافرنا إلى دول الخليج بناء على دعوتهم للتباحث معهم كيف يمكن أن يرتقوا بمنظومة مكافحة التجار بالأشخاص لديهم وما زال هذا الأمر قائم كل دولة لها معطيات تلخاصة والحمد لله يعني ريادة البحرين في هذا المجال لاحظوها وطلبوا دعمنا وإحنا طبعا لن نبخل على أشقائنا بأي نوع من أنواع الدعم المنتدى القادم بإذن الله سوف يعقد في دولة الإمارات بناء على طلبهم والمنتدى اللي بعده رح يعقد في المملكة العربية السعودية احنا الشيء اللي بدأنا في البحرين بدأ يتحرك بالنفس صار دول تطلب استضافته دليل النجاح الباهر الذي حصل عليه في نسخة الأولى في أكتوبر والله الحمد الحمد لله طريقة تعاطي مملكة البحرين بناء على توجهات سيد جاة الملك والمتابعة الشخصية يعني اللي يسموه وليعاد الله حفظها لللجنة الوطنية مع كل هذه الجائحة صحيا واقتصاديا هي يعني يضرب بها المثل ولكن حتى تعطيها مع غير البحريني من عماله وما إلى ذلك من حيث توفير الرعاية الصحية للجميع دون استثناء معالجة للجميع دون استثناء يعني الإجراءات الوقائية التي اتخذت ونالت الجميع والاقتصادية هل ستكون أيضا ضمن الأشياء التي تتوقعون أن يشاد بها وربما تدخل في التقرير القادم مئة بالمئة الأساس أن مثل هذه الجائحة هي اختبار اختبار لجاهزيتك اختبار أنك تقوم بما تتكلم به يعني كثير من الدول ممكن أن في دول حتى لم توفر العلاج المجاني والفحوصات المجانية حتى لكل رعاية البحرين لكل منعه على هذه الأرض بالضبط الفكرة الله يسلمك أننا في كثير من الأحيان نسأل أسئلة لاستبيانات دولية أو في منتديات أو في مؤتمرات فنقول كلام السؤال أنك في وقت الأزمة هل تنفذ ما كنت تعد به في وقت الرخاء جاد أو حبر على ورق جاد أو حبر أو كلام فاضي أو حبر على ورق ما قامت به مملكة البحرين عندنا هو التقرير الأمريكي ينتهي قياسه في 1 أبريل يعني هو من 1 أبريل إلى 1 أبريل وبالتالي هذه ما قامت به مملكة البحرين في هذه الجائحة من أبريل إلى الآن لم يدخل في هذا التقرير سوف يدخل في التقرير القادم ومئة بالمئة سوف يأخذ بعين الاعتبار أننا ما كنا نقوله خلال السنوات نفذناه ولله الحمد وأكثر منه كذلك عندما حصلت أزمة أن البحرين فعلا جادة وأنها ليست فقط مثل ما تفضلت حبر على ورق ساعة بلقائك سيد سامة الشرف لي الشرف لي الله يسر بك شكرا جزيلا أن يعطيك العرب الموفقين الله يسر كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نترككم على أمال اللقاء في أمان شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا للمشاهدة